أبو إبراهيم يسأل يقول هل رؤية صادقة وقت مثلا قبل صلاة الفجر أبو إبراهيم بارك الله فيك لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصادقة وقت يمكن أن تصدق فيه الرؤية حسب علمي واطلاعي ما أعرف نصفي هذا لكن بعض المعبرين بعض من لهم تجربة مع الرؤى يقولون بأن الرؤى في الغالب إذا كانت قبل صلاة الفجر في السحر يقولون في الغالب أنها تصدق لكن ما في دليل ولذلك قد يرى الشخص الرؤية في القيلولة وتكون صادقة الشخص يرى الرؤية في أول الليل هنا فتكون صادقة فما أحفظ نص يمكن أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أن الرؤية الصادقة تكون في الوقت الفلاني لكن كلام الفقهاء كلام المعبرين كثير في هذا وهذا مرجعه يا أبا إبراهيم إلى التجربة يقولون في التجربة والله أعلم